وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وخلال 24 ساعة تمكنت الداخلية من ضبط 154 قضية تمونية بمضبوضات قرابت 254 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 85 طن سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 11 طن دقيق مدعم وسكر وأرز وأسمدة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط ما يقرب من 157 طن سلع غذائية و30157 لتر مواد بترولية